بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تستخدم ذاكرة الحصوب لتخزين البيانات بالشكل الثنائي إما صفر أو واحد ولا معرفة لذاكرة الحصوب بطبيعة البيانات التي تخزنها أو الهدف منها وحتى في كل موقع تخزين أو سجل لا تميز الذاكرة التقنية إذا كان محتوى هذا الموقع هو أمر تعليمة Instruction أو بيانات Data وهذا الموضوع يتم في المعالج الذي يجري العمليات على البيانات حسب أمر المستخدم في المقابل فإن الذاكرة البيانات التي تخزنها وتعيد تركيبها وتصنيفها وتقوم بمعالجات متعددة عليها مما يعني أن الذاكرة البيانات تتعدى كونها مكان للتخزين وإلا فإنه لا وجود الابتكار والتطوير عند الإنسان أي أن الذاكرة البيانات هي وحدة تخزين ومعالج ووحدة التحكم في نفس الوقت وبالتالي فإنه يمكن إجراء المقارنة بين الذاكرة البيانات والحاسوب بشكل عام لأنها تقوم بجميع الوظائف التي تقوم بها بوحدات الحاسوب المختلفة الموضوع الآخر هو وحدة التخزين الأساسية في الذاكرة أقل وحدة تخزين في الذاكرة التقنية هي الخلية التنائية Binary Cell التي تخزن إما صفر أو واحد ومجموعة ثمن خلايا التنائية تشكل ما يسمى البايت وبايت واحد أو مجموعة من البايت تشكل كلمة وذلك لحسب معمالية الحاسوب المستخدمة في المقابل فالتخزين في الذاكرة البيولوجية لا يتم بطريقة الإلكترونية وأقل وحدة تخزين في الذاكرة البيولوجية هي الخلية العصبية وهذا أيضا موضوع جدري ويتم التخزين عن طريق تفاعلات كيميائية غير معروفة بدقة لتاريخه ولا يمكن هنا الجزم بأن سعات الخلية العصبية هي بايت أو أكثر لأن التخزين على ما يبدو يتعدى مفهوم الوحدة الواحدة ويرتبط بالعلاقات بين الخلايا العصبية كذلك الموضوع الآخر هو الوثوقية للخلية الإلكترونية وللذاكرة بشكل عام عمر محدود وبعدها إما أن تتعطل أو تتقادم مع التكنولوجيا فمع كل استخدام للذاكرة التقنية ومع مرور الوقت يقل عمرها وتقل وثوقية تخزين البيانات فيها في حين أن تكرار الرجوع للخلايا في الذاكرة البروجية يرصخ المعلومات المخزنة فيها ويزيد في وثوقية هذه المعلومات أما بالنسبة لفقدان المعلومات أو الاحتفاظ بالمعلومات المخزنة فإنها تفقد في حال عطل الذاكرة التقنية ونقوم في هذه الحالة باستبدالها وقد تفقد محتويتها الأصلية الحالة مختلفة في الذاكرة البيولوجية وهناك عدة نظريات في هذا المجال منها أن المعلومات المخزنة في الذاكرة البيولوجية لا تفقد أو لا تضيع حتى مع موت عددها من الخلايا العصبية يوميا وهناك موضوع آخر له علاقة وهو جدلي بما يخص نسيان حيث عند سؤالك مثلا من كان يجلس بجانبك في المقعد وأنت في التنوية فإنك لا تتذكر ولكنك بعد ساعة تقول فلان من أين أتت هذه المعلومة إذن هي كانت موجودة في الذاكرة واحتاجت إلى وقت لاسترجاعها لأنها قليلة الاستخدام مما يدل أنه للك مناطق مختلفة للتخزين في الذاكرة البيولوجية وأن سرع استرجاع هذه المعلومات من هذه المناطق مختلف ثم تم معامل آخر للمقارنة وهو ضغط المعلومات المخزنة compression هناك طرق مختلفة لضغط المعلومات في أجهزة الحاسوب وأنظمة الاتصالات وقد تصل نسبة الضغط إلى 50% ولكن مع فقدان بعض تفاصيل المعلومات المخزنة والمختصين في مجال الحاسوب يعرفون هذه الطرق ورغم أن تحديد معامل الضغط في الذاكرة البيولوجية صعب إلا أنه مرتفع جدا حيث تتحول طرق التخزين من بيانات تفصيلية إلى قواعد وأنماط يمكن من خلالها استرجاع البيانات فلو أخذنا الطالب في الأول الابتدائي على سبيل المثال فإن جدول الضرب يشكل حيزا كبيرا من ذاكرته وكذلك قوانين التفاضل والتكامل للطالب الجامعة في السنة الأولى إلا أن هذه البيانات تضغط أو لا تبقى مخزنة بطريقتها الأصلية ولن تحتاج إلى حيز كبير من ذاكرة كما كان ذلك في بداية الأمر وبالمناسبة فإن موضوع ضغط البيانات في الذاكرة البيولوجية قد يكون مجالا واسعا للبحث الموضوع الآخر هو السعة تقاس سعة الذاكرة التقنية بالبيت ومضاعفاته كيلو بايت ميجا بايت جيجا بايت تيرا بايت بيتا بايت إلى آخره سعة الذاكرة الرئيسية في أغلب الحواسيب في العالم لا تزال في مجال الجيجا بايت أما سعة الأقراص المناطسية التي تستخدم كذاكرة مساعدة فقد دخلت في مجال التيرا بايت السؤال هنا كم هي سعة الذاكرة البيولوجية هناك عدة طرق تقريبية لقياس سعة الذاكرة البيولوجية الطريقة الأولى نحجم مخ الإنسان معروف وهو حوالي 1500 سنتيمتر مكعب وبالمناسبة فإن الوزن يتراوح بين كيلو واثنين بالعشرة إلى كيلو ونص عدد الخلايا العصبية في كل سنتيمتر مكعب يمكن تقديرها وبالتالي فإنه يمكن احتساب عدد الخلايا العصبية في مخ الإنسان ورغم أن الرقم هذا ليس نهائي وغير متفق عليه إلا أن بعض الدراسات تشير إلى وجود أكثر من 100 مليار خلية عصبية في دماغ الإنسان فلو افترضنا أن كل خلية عصبية تخزن واحد بايت لحصلنا على سعة تتراوح بين 10 قوة 10 إلى 10 قوة 15 بايت الطريقة الثانية احتساب حجم البيانات التي تستقبلها الذاكرة البيولوجية من المصادر المختلفة السمع البصر الضوق اللمس الشم مهملين البيانات التي تتولد ذاتيا فلو افترضنا أن متوسط عمر الإنسان 70 سنة وأهملنا أول 5 سنين لتخزين البيانات وأهملنا 30% من العمر المتبقي للنوم رغم أن الدماغ يستقبل البيانات ويولد بيانات أثناء النوم وقدرنا وقدرنا معدل استقبال كل حاسة للبيانات في الثانية الواحدة لحصلنا على رقم تراوح بين 10 قوة 20 إلى 10 قوة 30 بايت وأكثر وفي حقيقة الأمر فإن هذا الرقم قد يكون متواضع جدا حيث يعرف المختصون في مجال معالجة الصور الكم الهائل من الذاكرة التقنية الذي يلزم لتخزين الصور والأفلام التي يخزن منها الإنسان عشرات الألاف فلو افترضنا أن سعة الذاكرة البيانات هي 10 قوة 30 بايت ولتكويني فكرة عن هذا الرقم لنفض أن كتاب ما يحتوي على 200 صفحة تحتوي كل صفحة على 20 سطر في كل سطر 10 كلمات وتتكون كل كلمة كمعدل من 5 حروف أي أن هذا الكتاب يحتوي على 200 ضرب 20 ضرب 10 ضرب 5 أي أن هذا الكتاب يحتوي على 200 ألف حرف أو يحتاج إلى 10 قوة 5 بايت لتخزينه إن هذا يعني أن الذاكرة البيانات قادرة على تخزين 10 قوة 30 على 10 قوة 6 10 قوة 24 كتاب من هذا النوع ولو افترضنا أن مكتبة ما تحتوي على 100 ألف كتاب أو 10 قوة 5 كتاب فإن هذا يعني أن الذاكرة البيانات قادرة على تخزين 10 قوة 19 مكتبة كل منها يحتوي على 100 ألف كتاب وهذا يزيد عن حجم جميع مكتبات الوطن العربي مثلا وأذكر هنا أن هذا الحجم الصغير والوزن الصغير لا يشتخدم التخزين فقط وإنما للمعالجة والتحكم والتفكير والإبداع والتطوير وغيرها الموضوع الآخر هو إصلاح الأعطال والإصلاح الذاتي الذاكرة التقنية غير قادرة على إصلاح الأعطال أو إصلاح نفسها وفي حال عطلها فإنه يجب إما الاستبدال أو الاستقناء عنها أما في الذاكرة البولوجية فعند تعرض دماغ الإنسان لإصابة في فترة ما من حياته فإن المناطق السليمة في الدماغ تعوض وظائف المناطق التالفة وهذا يعني أن الذاكرة البولوجية قادرة على إعادة تيكلة وتنظيم نفسها للقيام بوظائفها فمثلا أثبتت بعض الدراسات على المكفوفين الذين فقدوا البصر أنهم قادرون على استخدام الأجزاء البصري في الدماغ لوظائف أخرى وهناك العديد من العوامل الأخرى التي يمكن إجراء المقارنة عن طريقها في النهاية فإن الهدف من هذه المقارنات تعريفي وليس لإثبات أن الذاكرة البولوجية للإنسان تتميز عن الذاكرة التقنية فهذا موضوع مفروغ منه ذاكرة التقنية من صنع الإنسان والبيولوجية من خلق الخالق سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تحصى شكرا لكم على الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر